السلام عليكم متابعين الكرام قصة أصحاب الغار ثلاثة أشخاص حبسوا في الغار ونجاهم الله شاهد كيف نجاهم الله ولكن قبل مشاهدة الفيديو أدعمونا بإعجاب لاستغرار هذه النوعية من الفيديو بسم الله الرحمن الرحيم عندما تحيط بالعبد الكروب وتنزل به الملمات والخطوب وتوصد جميع الأبواب وتتقطع كل الأسباب وينقطع حبل الرجاء من المخلوقين يبقى حبل واحد لا ينقطع وباب واحد لا يغلق وهو باب السماء والالتجاء إلى الله بالدعاء وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن قصة ثلاثة نفر تقطعت بهم الأسباب وحل بهم الكرب والشد فلم يجدوا ملجأ إلا الله لينجيهم مما هم فيه ويكشف كربهم والقصة رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم سخرة من الجبل فأطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها لله صالحا فادعوا الله بها لعله يفرجها فقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدين شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي وإنه نائم بي الشجر فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد نام فحلبت كما كنت أحلب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقذهما من نومهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمي فلم يزل بي دأبي ودأبهم حتى طلوا على الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء وقال الثاني اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت إليها نفسها فأبت حتى أتيتها بمئة دينار فسعيت حتى جمعت مئة دينار فلقيتها بها فلما قعدت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم فقمت عنها اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج لنا منها ففرج له فرجة وقال الآخر اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما قضى عمله قال أعطني حقي فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي فقلت اذهب إلى ذلك البقر وراعيها فقال اتق الله ولا تهزأ بي فقلت إني لا أهزأ بك فخذ ذلك البقر وراعها فأخذه فانطلق بها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج ما بقي ففرج الله عنهم إنها قصة ثلاثة رجال خرجوا من ديارهم لغرض من الأغراض وبينما هم كذلك إذ نازل مطر غزير فبحثوا في مكان يجتمعون فيه من جدة المطر فلم يجدوا إلا غارا في جبل وكانت الأمطار من الغزارة بحيث جرفت السيول الصخور الكبيرة من أعلى الجبل فانحضرت سخرة من تلك الصخور حتى سدت عليهم باب الغار وكانت من العظم بحيث لا يستطيعون تحريكها فضلا عن دفعها وإزالتها ولا يوجد سبيل إلى إيصال خبرهم إلى قومهم وقد أزالت الأمطار والسيول كل أثر يمكن عن طريقه الاهتداء إلى مكانهم وحتى لو صاحوا بأعلى صوتهم فلن يصل إلى أبعد من جدار الغار الذي يحيط بهم وعندها تيقن الهلاك ووصلوا إلى حالة من الإضرار فأشار أحدهم إلى أصحابه أن يتوسل كل واحد منهم إلى ربه بأرجى عمل صالح عمله وقصد فيه وجه الله فتوسل الأول ببره بوالديه حال كبرهما وضعفيهما وأنه بلغ بره بهما أنه كان يعمل في راعي المواشي وكان إذا عاد إلى منزله بعد الفراغ من الرعي يحلب مواشيه فيبدأ بوالديه فيسقيهما قبل أهله وأولاده الصخار وفي يوم من الأيام ابتعد في طلب المرعى فلم يرجع إلى المنزل إلا بعد أن دخل المساء وجاء بالحليب كعادته فوجد والديه قد نام فكره أن يوقظهما من نومهما وكره أن يسقي الصغار قبلهما فبقي طوال الليل ممسكا بالإناء في يده ينتظر أن يستيقظ والده وأولاده يبكون عند رجليه يريدون طعاما وظل على هذا الحال حتى طلع الفجر وأما الثاني فتوسل بخوفه من الله وعفته عن الحرام والفاحشة مع قدرته عليها وتيسير أسبابها فذكر أنه كانت له ابنة عم يحبها حبا شديدا فراودها عن نفسها مرارا ولكنها كانت تأبى في كل مرة حتى أصابتها حاجة ماسة في سنة من السنين فاضطرت إلى أن توافقه على طلبه مقابل مبلغ من المال تدفع به تلك الحاجة التي ألمت بها فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته تحرك في قلبها داعي الإيمان والخوف من الله فذكرته بالله في هذا الموطن فقام عنها خائفا وجلا وترك المال الذي أعطاها وأما الثالث فتوسل بآمانته وحفظه لحقوق الآخرين حيث ذكر أنه استأجر أجيرا ليعمل له عملا من الأعمال وكانت أجرته شيئا من الأرز فلما قضى الأجير عمله عرض عليه الرجل أجره فتركه وزهد فيه وعلى الرغم من أن زمة الرجل قد برؤت بذلك إلا أنه حفظ له ماله وثمره ونمعه حتى أصبح مالا كثيرا جمع منه بقرا مع راعيها فجاء الأجير بعد مدة طويلة يطلب منه أجره الذي تركه فأعطاه كل ما جمعه له من المال وكان كلما ذكر واحد منهم عملهم فرجت السخرة قليلا حتى أتم الثالث دعاء فانفرجت السخرة بالكلية وخرجوا يمشون إن هذه القصة ترسم للمسلم طريق الخلاص والنجاة إذا اشتد بعض الكرب ونزل به البلاء وهو الالتجاء إلى الله جل وعلا ودعاؤه فهو القادر على كل شيء ولا يعجزه شيء وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء كما أنها تؤكد على أثر الإخلاص وابتغاء وجه الله في تفريج الكربات وقبول الأعمال وأنه سبحانه يمد المخلص بعونه وتأييده ولا يتخلى عنه إذا حلت بساحته الخطوب وأحاطت به الشدائد والكروب ولذا بدأ الإمام المنذري كتابه الترغيب والترهيب ببيان سمعه الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة وجعل أول حديث في كتابه حديث أصحاب الغار وهي أيضا تبين ضرورة أن يكون للإنسان رصيد من عمل صالح في وقت الرخاء ينجيه الله به حال الشدة والبلاء فقد أنجى الله هؤلاء الثلاثة وكشف ما بهم بما سبق له من الخير والفضل والإحسان ومن يتق الله يجعل له مخرجا إن أعجبكم الفيديو اشتركوا في القناة دعما لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر